اشتركوا في القناة ولا تباعد كثيراً بين القدمين وتكون متوجهاً نحو القبلة أي متوجهاً نحو الكعبة واضعاً أمامك التربة مستعداً لبدء صلاة الظهر ويستحب أن تنظر للتربة أثناء الصلاة ثم تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ويجب أن تنطق تكبيرة الإحرام بشكل صحيح هكذا الله أكبر وليس هكذا الله أكبر الله أكبر بعد تكبيرة الإحرام تسكت للحظة ثم تقرأ صورة الفاتحة بإخفات والإخفات هو أن تقرأ بالهمس ولكن البسملة تقرأها جهراً كما سنسمع الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعد الفاتحة تسكت للحظة ثم تقرأ صورة التوحيد بإخفات أيضاً بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد هذا هو وضع الركوع في وضع الركوع يجب أن تنحني للوسط تقريباً وتضع الكفين على الرقبتين وتنظر إلى الأسفل أما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بعد الركوع يجب أن تقف معتدلاً مستقيمة للحظة ثم تنزل للسجود هذا هو وضع السجود في وضع السجود يجب أن تكون جميع المساجد السبعة على الأرض والمساجد السبعة هي الكفان الركبتان ورأس إبهامي قدميك ولا بأس أن تضع بقية أصابع القدمين والجبهة ولكن الجبهة يجب أن تكون على التربة لا يجوز رفع أي من المساجد السبع أثناء ذكر السجود أما ذكر السجود فهو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجدة الأولى تجلس الجلسة الأولى للحظة ثم تسجد السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجدة الثانية تجلس الجلسة الثانية للحظة وهنا تكون أنهيت الركعة الأولى ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثانية في بداية الركعة الثانية تعيد ما فعلته في الركعة الأولى مبتدئا بقراءة صورة الفاتحة بإخفات إلى أن تصل للجلسة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبدوا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد الجلوس الثاني في الركعة الثانية تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد وهنا تكون أنهيت الركعة الثانية ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثالثة في بداية الركعة الثالثة بدل الفاتحة والتوحيد تقرأ التسبيحات الأربعة بإخفات مرة واحدة والإخفات هو أن تقرأ بالهمس كما سنسمع بعد قليل أما التسبيحة فهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده وهنا تكون أنهيت الركعة الثالثة ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الرابعة في بداية الركعة الرابعة توعد ما فعلته في الركعة الثالثة مبتدئا بقراءة التسبيحات الأربعة بإخفات مرة واحدة إلى أن تصل للجلسة الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد الجلوس الثاني في الركعة الرابعة تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد بعد التشهد تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسليم دائما يكون عندنا هاية الصلاة وبهذا تكون أنهيت صلاة الظهر ملاحظة أذكار الركوع والسجود والتشهد والسلام تستطيع قراءتها إما جهرا أو إخفاتا كيفية صلاة العصر أما كيفية صلاة العصر فهي مشابهة تماما لصلاة الظهر فبعد أن تنتهي من صلاة الظهر وتسلم تنهض وتقف معتدلا مستقيما كما ذكر سابقا مستعدا لبدء صلاة العصر وتصلي تماما كما صليت صلاة الظهر مبتدئا بتكبيرة الإحرام إلى أن تنتهي بالتسليم ترجمة نانسي قنقر